بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شركة تطوير للخدمات التعليمية ترحب بكم وتقدم لكم درسا من دروس النحو والصرف المستوى السادس المسار الأدبي للصف الثالث ثنوي الفصل الدراسي الثاني وموضوع درسنا هو إسماء الزماني والمكان يعد هذا الدرس ويقدمه محددكم إبراهيم الفهيد نبدأ على بركة الله سنتعلم اليوم ونبين متى يصاغاني إسماء الزماني والمكان على وزن مفعل بفتح العين كذلك متى يصاغاني على وزن مفعل بكسر العين أيضا توضح طريقة صياغتهما من الفعل الغير ثلاثي كذلك تستطيع أن تميز بين إسمي الزماني والمكان وفي الختام توظف إسمي الزماني والمكان في التعبير الكتابي والشفهي نبدأ تمهيدنا ينقسم الفعل بحسب نوع حروفه إلى فعل صحيح وفعل معتل الفعل الصحيح هو ما خلت حروفه الأصلية من حروف العلة وحروف العلة هي الألف والواو واليا فإذا خلت حروفه من هذه أما الفعل المعتل وهو ما كان أحد حروفه الأصلية حرف علة فإذا كان أحد حروفه الأصلية الواو أو الألف واليا فإنه فعل معتل الفعل المعتل ينقسم إلى مثال وأجوف وناقص فالمثال ما كانت فاءه ونقصد بالفاء هنا أول حرف من حروفه حرف علة أما الأجوف ما كانت عينه ونقصد بها ثانية حرف حروفه حرف علة أما الناقص ما كانت لامه واللام هنا نقصد بها آخر حروفه حرف علة الفاء والعين واللام ماذا نقصد بها؟ نقصد بها أن الفعل يأتي على وزن فعل فقال على وزن فعل وذهب على وزن فعل وهكذا حدد نوع الفعل المعتلي فيما يلي الفعل ينام ويدعو ويعي هذه أفعال مضارعة نريد أن نتعرف على حروفه الأصلية فنأتي بالماضي منه في ينام ناما والفعل ناما هنا يوجد به حرف علة وهو الحرف الثاني فماذا نسمي الفعل المعتل الذي حرفه الثاني حرف علة نسميه أجور الفعل يدعو الفعل الماضي منه دعا وآخر حرف فيه هو حرف علة فماذا نسميه؟ نسميه فعلا معتل للناقص الفعل يعد نأتي بالماضي منه فنقول وعدا والفعل وعدا أول حروفه حرف علة فنسميه مثال إذن الأجوف وما كان الحرف الثاني حرف علة أما الناقص وما كان الحرف علته حرف الأخير أما المثال فالحرف العلة هو الحرف الأول حدد عين الفعل المضارع فيما يلي الفعل يسعى أين عينه؟ الفعل يسعى عينه هو حرف العين يسير فعل مضارع عينه حرف الي على وزن يفعل فيفعل يسير إذن العين جاءت الحرف الثالث إذن هي الياء يقوم على وزن يفعل إذن الحرف الثالث هو حرف الواو فنقول عين الفعل المضارع حرف الوا فنسميها عين الفعل ميز بين الفعل الصحيح والمعتل الفعل يرمي هل هو فعل صحيح أم معتل ما رأيكم هنا يرمي من رمى إذن هو فعل معتل الآخر يدخل من دخل هل يوجد به حرف علة أم هو فعل صحيح إذن يدخل هو فعل صحيح يخلو من حروف العلة الفعل يلعب هل هو فعل معتل أم فعل صحيح بالتأكيد هو فعل صحيح يخلو من حروف العلة الفعل يبيع والماضي منه باع باع هنا يتوسطه حرف علة الألف إذن هو معتل الوسط ننتقل الآن أعزائي الطلاب إلى نشاط التعلم ودرسنا اسم الزمان والمكان ما تعريف اسم الزمان والمكان لاحظ هنا الفعل رجع والفعل هبط نشتق منه اسم الزمان أو المكان فنقول مرجع القافلة بعد شهرين فمرجع هنا اسم مشتق من الفعل الرجع يدل على زمن رجوع القافلة كذلك الفعل هبط فنقول مهبط الوحي مكة فمهبط هنا اسم مشتق دل على مكان هبط الوحي إذن اسماء الزمان والمكان نضع لهما تعريفا فنقول اسماني مشتقاني يدلاني على زمان الفعل أو مكانه كيف يصاغ اسماء الزمان والمكان أولا يصاغاني من الثلاثي على وزن مفعل بفتح العين لدينا الأفعال دخل ولعب وجرى هذه الأفعال ما نوعها هنا هي أفعال تتكون من ثلاثة أحرف فنقول فعل ثلاثي فالفعل دخل نشتق منه فنقول مدخل البيت واسع أما الفعل لعب فنشتق منه فنقول ملعب الحديقة جديد كذلك الفعل جرى نقول مجرى النهر ضيغ ما وزن هنا مدخل وملعب ومجرى كلها جاءت على وزن مفعل بفتح العين مدخل وملعب ومجرى سؤال هنا متى يصاغ إسماء الزمان والمكان على وزن مفعل بفتح العين هل كل الأفعال تأتي على وزن مفعل أم لا لاحظوا الفعل دخل هنا هل هو فعل صحيح أم معتل إذن دخل فعل صحيح يخلو من حروف العلة الفعل المضارع من دخل يدخل كذلك الفعل لعب هو فعل صحيح ما الفرق بين دخل ولعب نقول أن دخل هنا فعل صحيح وعين مضارعه مضمومة فنقول يدخل وعين مضارعه هنا هي حرف الخ أما لعب فهو فعل صحيح ولكن عين مضارعه هل جاءت مضمومة أم مفتوحة أم مكسورة لعب يلعب إذن الفعل هنا صحيح وعين مضارعه مفتوحة فنقول يلعب أما الفعل جرى فهل هو معتل أم صحيح لاحظوا جرى الحرف الأخير حرف عل هو الألف إذن هو معتل الآخر إذن نجيب على سؤالنا متى يصاغ إسماء الزماني والمكاني على وزن مفعل بفتح العين إذا كان الفعل صحيح وعين مضارعه مضمومة أو مفتوحة ومثال ذلك في المضارع المضموم نقول يدخل عين مضارعه مضمومة كذلك الفعل المضارع عين مضارعه مفتوحة يلعب أيضا يصاغ على وزن مفعل بفتح العين إذا كان معتل أو إذا كان الفعل ناقصا أي معتل الآخر ننتقل ننتقل الآن إلى الحال الثانية يصاغ من الثلاث على وزن مفعل بكسر العين والفعل رجع والفعل وعد أفعال تتكون من ثلاثة أحرف إذن هو فعل ثلاثي فالفعل رجع نشتق منه فنقول مرجع الحجاج غدا كذلك الفعل وعد نقول موعد المقابلة عصرا ما وزن هنا مرجع وموعد جاءتا على وزن مفعل والسؤال هنا متى يصاغ إسماء الزمان والمكان على وزن مفعل بكسر العين لاحظ هنا ما الفرق بين رجع ووعد أيهما صحيح وأيهما معتل الفعل رجع بالتأكيد هو فعل صحيح يخلو من حروف العلة ولكن ما الفرق بينه وبين الفعل دخل ولعب في الحالة الأولى نقول الفعل رجع فعل صحيح وعين مضارعه مكسورة يرجع أما وعد فهو معتل الأول بحرف الواو فنقول معتل الأول إذن نجيب على سؤالنا متى يصاغ إسماء الزمان والمكان على وزن مفعل بكسر العين إذا كان الفعل صحيح وعين مضارعه مكسورة كذلك إذا كان الفعل مثالا أي معتل الأول الحالة الثالثة يصاغ أو من غير الثلاث كما يصاغ اسم المفعود صلى ونزه هذه أفعال غير ثلاثية كيف نحصل أو كيف نصاغ منهما اسم الزمان أو المكان لاحظ معي هنا صلى ونزه نأتي أولا بالفعل المضارع يصلي ويتنزه ثم بعد ذلك ماذا فعلنا استبدلنا حرف المضارعة ميما مضمومة مع فتح ما قبل الآخر فنقول في صلى مصلى ونزه متنزه إذن مصلى العيد قريب هنا دل على مكان ومتنزه العائلة عصرا دل على زمان السؤال هنا كيف يصاغ اسم الزمان والمكان من الفعل غير الثلاث نقول هنا يصاغان نأتي بالمضارع ثم نبدل حرف المضارعة ميما مضمومة مع فتح ما قبل الآخر كما فعلنا سابقا في اسم المفعول ننتقل الآن عزيزي الطلاب إلى تدريبات عامة على اسمي الزمان والمكان نبدأ بالسؤال الأول اربط كل مثال بما يناسبه في قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر كلمة مطلع هل هي ثلاثي صحيح وعين مضارعه مكسورة أم ثلاثي صحيح وعين مضارعه مضمومة أم ثلاثي معتل الآخر فمطلع هنا نأتي بالفعل المضارع منه يطلع إذن الإجابة الصحيحة هو ثلاثي صحيح وعين مضارعه مضمومة مسعى الحجاج بين الصفا والمروة كلمة مسعى من سعى هل هو ثلاثي صحيح أم معتل سعى هنا ينتهي بحرف الألف والألف حرف من حروف العلة إذن هو ثلاثي معتل الآخر مجلس العائلة بعد صلاة المغرب فمجلس هنا ثلاثي صحيح وعين مضارعه مكسورة فنقول في مجلس من جلس يجلس فعينه هنا مكسور سؤال جديد ميز بين اسمي الزمان والمكان فيما يلي في قوله تعالى أليس في جهنم مثوا للكافرين أين الشاهد هنا وعلى ما يدل الشاهد هنا هو كلمة مثوى هل تدل على زمان أم مكان أليس في جهنم مثوا للكافرين إذن هنا كلمة مثوى هي اسم مكان في قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها أين الشاهد في هذه الآية ما يدل على زمان أو مكان والشاهد هنا هو كلمة مرساها دلالته هل يدل على زمان أم يدل على مكان بالتأكيد هنا يسألونك عن الساعة والساعة هنا ضرف زمان إذن مرساها هي اسم زمان الطائف مصطعف المملكة أين الكلمة أو الاسم الذي يدل على زمان أو مكان وهو كلمة مصطعف أين مكان المصطعف في الطائف إذن هنا تدل على مكان مولد النبي صلى الله عليه وسلم شهر ربيع أين الشاهد هنا الذي يدل على الزمان أو المكان وهو كلمة مولد وهنا مولد تدل على زمان أم مكان بالتأكيد شهر هنا من الزمان فتدل على زمان إذن هي اسم زمان في الختام أعزائي الطلاب تعلمنا اليوم كيف يصاغ إسماء زمان والمكان على وزن مفعل إذا كان الفعل صحيح وعين مضارعه مضممة أو مفتوحة كذلك إذا كان الفعل ناقصا أي معتل الآخر أيضا يصاغ إسماء زمان والمكان على وزن مفعل إذا كان الفعل صحيح وعين مضارعه مكسورة أو كان معتل الأول كذلك يصاغ من غير الثلاث على وزن المضارع مع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر في الختام أشكر لكم حسن استماعكم إلى أن نلتقي في درس قادم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته